أهل السنة وجماعة الثلاثيون الثلاثية هي الفرقة الناس هم أهل السنة والجميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لقد استمعنا في هاتين الفطبتين المباركتين الخير الكبير من خطيبنا وفقه الله في مسألة هي من أخطر المسائل وهي مسألة المرأة المرأة أيها الإخوان خلقها الله سبحانه وتعالى لمهمة عظيمة في هذه الحياة كما خلق الرجل وكل له مهمة الرجال لهم مهمات والنساء لهم مهمات فإذا اقتصر كل صنف على مهماته وأجداها حصل الخير الكثير للمجتمع وإذا اختل النظام بين الرجال والنساء حصل الخلل العظيم كما سمعتم وضع المرأة في الجاهلية ووضعها اليوم عند الدول الكافرة ووضعها عند المسلمين المتمسكين والمرأة مهمة جدا ولذلك أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته في حجة الوداع في عرفة قال واستوثوا بالنساء خيرا اشتوثوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم يعني محبوسات فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصان بالنساء لأهمية وضع النساء في المجتمع ليس بأن نحسن إليهن فقط وأن نعطيهن حقوقهن فقط فهذا واجب لكن أهم من ذلك المخافضة عليهم من التبذل لأن المرأة ضعيفة من التبذل والظهور بمظهر الفتنة وتركها تفعل ما تشاء هل أعظم ما أوصان به النبي صلى الله عليه وسلم أن نحافظ عليهم والله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانفات حافظات للغيظ بما حفظ الله ما معنى قوامة الرجل هل هي مقصورة على الإنفاق والعدل في الزوجية ليست مقصورة على ذلك وإنما قوامة الرجل في ما هو أهم لأن يحافظ على هذه المرأة من الضياع من الامفلات من احتساه في الحياة والعفلة هل أهم قوامة الرجل على المرأة وليس الرجل في هذه الآية مقصورا على الزوج الرجل سواء كان أباها أو أخاها أو وليها أيًا كان الولي على المرأة هو قوام عليها يخافظ عليها حتى إذا اقتضى الأمر التعديد يؤدبها والتي تخافون نشوزهن فاعضوهن وهجروهن في المباشع واضربوهن فالمرأة تحتاج إلى عناية إن أعداء الإسلام اليوم أعداء الإسلام اليوم ركزوا على قضية المرأة لعلمهم أنها أخطر شيء في المجتمع ركزوا عليها وصاروا يشنون الحرب ضد العفة والكرامة ويعتبرون ذلك إهانة للمرأة إذا ألجمت العفة والكرامة يعتبرون ذلك خبسا لحريتها وهو في الواقع محافظة على حريتها خريتها في طاعة الله خريتها في قيامها بعملها لتربية أولادها فيما تستطيعه مما وكل الله إليها فهي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها هذه حريتها صحيحة أما حريتها في العريت حريتها في التبلل أمام الناس في التكسع في الأسواق في ذهابها إلى ما تريد فهذه عبودية وليس الخرية هذه عبودية الشاوة عبودية الشيطان الحرية الحرية هي عباد الله في طاعة الله وفي عبادة الله ففيها عزة النفس وكرامة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة أما من عفى الله وخالف أوامره في النساء أو في غيرها فإنه عبد ذليل للشيطان لشياطين الإنس والجن هذه هي العبودية ليس ليس في الحرية فعلينا أن نعرف هذا الأمر وأن نحافظ على نسائنا من زوجات وبنات ومحارم نتعاون فيما بيننا في حمايتهن وأن لا نسمع إلى هذه الدعايات فإن الكفار فإن الكفار يحاولون القضى على الإسلام بكل وسيلة ومن أعظم وسائل التدمير تدمير المرأة لأن المرأة أساس الأسرة والبيت فإذا فسدت فسد البيت وفسدت العائلة فسدت البنات تبعا لأمهم وقريباتهم فعلينا أن نحافظ على نسائنا إن الكفار وإن أدركوا من بعض البلاد الإسلامية ما أدركوا من التضليل فإنهم لم يدركوا إن شاء الله وبحول الله من هذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوعي مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فإن فيها رجالا يحافظون على كرامتها وإن تساهل بعض المخدوعين والمخدوعات فإن هذه البلاد إن شاء الله فيها رجال حافظون على كرامتهم وكرامة محارنهم وأنتم إن شاء الله منهم وفي مقدمتهم فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحافظ على هذه الأمانة العظيمة التي إذا حفظناها حفظنا حفظنا بيوتنا وحفظنا أولادنا وحفظنا أسرنا وحفظنا مجتمعنا فهل الأساس ولذلك ركز عليها الأعداء ركزوا على المرأة تركيزا خاصا ليس بخاف عليكم في الكتب في الصحف في المجلات في الجرائب في الفضائيات في الإنترنت في كل مجال يريدون أن يلحق هذه البلاد بالبلاد الأخرى فتنهار الأخلاق وتضيع الكرامة وحينئذ يسهل على الكفار اجتفاث الإسلام من أصله قال الشاعر وإنما الأمم الأخلاق ما بطيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا إذا ذهبت الأخلاق لم يبق شيء والأخلاق المراد بها الأعراض والسمف والحشمة والوقار هذه هي الأخلاق ولهذا يقول الشاعر الآخر أنا لا أقول أخلاق المراد بها الأخلاق لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء لعن المترجلات كل ذلك حفاظا على المرأة ويبقى أن لها على ويبقى أن لها على أصلها وعلى دينها وأخلاقها وعرضها تصام الأعراض وتخمى الكرامة ويحافظ عليها وكما تعلمون في القرآن الكريم اقرأوا سورة النور اقرأوا سورة النور تجدون فيها الشيء العظيم والعجيب من المحافظة على النساء بالحجاب بالاستئذان على البيوت وكذلك في الحديث والسنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بدون محرم فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعهد محرم نهى عن خلوة المرأة بالرجل الذي ليس من محارمها قال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان نهى عن مخالطة النساء للرجال ولهذا صارت النساء تصلي مع المسلمين في محسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن خلف الرجال محجبات لا يعرفهن أحد يصلينا خلف الرجال هذا فيه منع الاختلاف فإذا كانت المرأة لا تختلط مع الرجال في المسجد موضع العبادة والتقوى فكيف تختلط بهم في المكاتب في الملاهي في الملاهي في المكاتب في الحفلات في الأسواق الأمر خطير جدا ونحن مخاطون بالأعداء الآن والغزو الفكري الغزو الفكري لا يخفى عليكم الآن غزو الكفار لبلاد المسلمين بالسلاح وبالأفكار بكل وسيلة نحن مخاطون بالأعداء فعلينا أن نتنبه للذلك ولكن إذا كنا مع الله كان الله معنا قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرأ فإذا كنا مع الله كان الله معنا وإذا كان الله معنا فلن يضرنا أحد لا تحزن إن الله معنا لكن من يكون الله معه الله يكون مع المتقين الله يكون مع المحسنين الله يكون مع المؤمنين المعيّة الخاصة فعلينا أن نكون مع الله سبحانه وتعالى وكما قال صلى الله عليه وسلم لابن عبات يا غلام احفظ الله يا احفظ احفظ الله تجده تجاهد فعلينا أن نكون مع الله في طاعته في اتباع أمره واجتناب نعيه حتى يكون معنا سبحانه وتعالى بالنصر والتأييد والعانة وأستغفر الله وأتوب إليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يتولانا وإياكم بنصره وإعانته وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر